طبعاً مؤخراً عم نشوف التطور بمجال الزراعة وأدي فيه تقنيات حديثة فاتت على هذا الخط معنا المهندس يوسف أبو حيدر لحتى نحكي عن مشروع الزراعة المائية والأحيو مائية رح نعرف شو يعني أحيو مائية وهل يترى فيه زراعة بدون ما تكون فيه تربة أهلا وسهلا فيك مهندس شكراً للصباح في اليوم جديد مهندس يعني الزراعة الأحيو مائية تحديداً ماذا تختلف أو تمتاز عن الزراعة المائية العادية سمحني ببداية أحكي أنه الزراعة بدون تربة نقدر نحكي تنقسم لنوعين زراعة مائية وزراعة أحيو مائية الزراعة الأحيو مائية نستخدم فيها الأسماك بل ربي فيها أسماك نحن نطعمها مخلفات الأسماك هذه نستخدمها كسماد للنباتات سواء كانت نباتات خضروات ثمرية أو خضروات ورقية الزراعة المائية نستخدم فيها محليل مغذية مليئة بالعناصر التي تحتاجها النباتات للنمو بشكل مناسب وقد نصل لنتيجة أسرع من الزراعة التقليدية لما أنت بدك تستخدم مواد على طول تفيد النبتة أو تفيد المنتج الذي أريد أن أزرعه مثلاً أذكر مثال معين نزرع خاص مثلاً لو نزرع زراعة تقليدية يحتاج لوقت ثلاث أشهر بس بالزراعة المائية بالعكس شهر وخمس أيام يكون ناضج ويكون نفس الفوائد ونفس النوعية نعم اليوم نشوف في تطور واضح على الزراعات بشكل عام ما هو تطور على الزراعة الأحيومائية هناك تطور مستمر وكيف اليوم بالأردن أكيد هناك في تطور مستمر بهذا الموضوع واليوم حدثنا عن بعض العقبات التي تواجه هذه الزراعة نحن هنا في الأردن نواجه كثيراً تحديات بالزراعة التقليدية منها شح الماء غير هيك قلة الأراضي المستهلكة للزراعة الاستخدام المفرط للمبيدات وتعاف أمراض التربة بالزراعة المائية لا بالعكس نحن قللنا هذه الشغلات أول شيء شح الماء نحن بالزراعة المائية نوفر من 70% لـ 80% المستخدمة عن الزراعة التقليدية من 70% لـ 80% الماء نفسها تعمل عملية دورة كاملة أبداً ما في مياه ضائعة يعني ما نبدأ بالماء أبداً يعني غير هيك استغلال المساحات نقدر بمساحة صغيرة نقدر نزرع إيش مكان غير هيك نقدر نزرع السطح على برندة حلو على مزارع كبيرة سواء كانت مشاريع منزلية ولا مشاريع مشاريع تجارية حلو كثير طيب خلينا نحكي عن اتباعنا لهذه الأسليب الحديثة بالزراعة أدي ممكن يحافظ على البيئة كمان زي ما حكيت لك قبل شوي إحنا تعرفين لما نزرع بالزراعة بالتربة يصبح لدينا أمراض من التربة كذا إلى أخير نطلق نستخدم موبيدات لا إحنا بالزراعة المائية نستخدم موبيدات أقل من الزراعة التقليدية نعم مهندس اليوم الفترة الأخيرة بنشاهد الحديث يطول عن الأمن الغذائي تحديداً ماذا تساهم الزراعة الأحيومائية بالأمن الغذائي في المستقبل في هذه الفترة التعديداً نحن نرى اليوم في تغيير مناخي أيضاً نرى أننا بالأردو نتعرف الزراعة بالغور والزراعة بمنطقة الشفا وفيه شفا غورية الزراعة المائية نستطيع أن نزرع في أي وقت هذا سهل علينا أن نزرع على طول المواسم يعني ما نحتاج أنه موسم خيار موسم بندورة لا نستطيع أن نزرع على جميع المواسم غير هيك نستطيع استغلال المساحات نستطيع في بيت بلاستيك نزرع مثلاً أربع تلاف شتلة إذا نزرعهم في زراعة تقليدية نحتاج إلى أكثر من دنمين أو ثلاث جميل بفترة كورونا كلنا لجأنا للزراعة وحاولنا نزرع منتجات كثير خاصة ستات البيوت يعني حاولوا صراحة يزرعوا منتجات كثير على سطح البيت على البلكون هل كان هناك تنسيق من خلالكم مع مبادرات أو مشاريع لحتى أنتم تدعموها لحتى يطبقوا الزراعة على أرض الواقع بالبداية أنه كان مشروعنا تقريباً اشتغلنا بالزراعة المائية من قبل كورونا ولكن طبقت بكورونا شوف أنا بحكي أغلب الناس مثلاً في عمان عايشين في عمرات مثلاً تلاقي لما تيجي تشتغل سبحان الله بالتراب والمي أو الخضار تفتاح نفسياً ففي ناس تلاقيها ساكن طابق ثالث طابق رابع فما عنده مساحات ما عنده مساحات اللي قدر يشتغلها تلاقي اللي عنده مساحات هو اللي بس على الأرض نحن في أيام كورونا كنا زي هيكل بيطلع بتسلة بيبحاش بيزق الزريعة لا صارت في أيام كورونا أنه صار الواحد عرفه أنه فيه زراعة مائية نحن نساعد على توعية المواطن أو توعية الناس أنها تقدر تزرع في أي مكان على برندة البيت تقدر نساوي نظام صغير تزرع فيه ورقيات مثلاً بصل الخاس تقدر تزرع فيه فراولة شيء حلو أنه تعتني فيه نعم طيب اليوم تحدثت عن مجموعة أو زراعة الأسماك تحديداً هل زراعة الأحيومائية تلائم جميع أنواع الأسماك أو أنواع معينة ممكن الزراعة في الأردن ليس جميع أنواع الأسماك في أنواع أسماك معين عندما نحكي زراعة أحيومائية نحن لا نحكي عن فقط إنتاج سمك لا نحكي عن إنتاج سمك ونحكي عن إنتاج خضروات فإحنا عشان نقلبي جميع المتطلباتها في نوعين من السمك اللي هو مثلا السمك البلطي أو الكار نقدر نربيه بزراعة الأحيومائية شو أبرز التحديات اللي بتواجهكم بهذا المجال هي شو فيه تسويق بصراحة تسويق المنتجات الزراعية غير هيك الكلفة تأسيسية لأي مشروع زراعة أحيومائية ولا زراعة مائية طيب مهندس اليوم نحن بنعرف بصراحة المزارع الأردني اللي نفتخر فيه ونعتز فيه كافة المحافظات يعني مزارعنا اليوم واعي متقف بواكب التطور الزراعي الموجود لكن اليوم كزراعة أحيومائية اليوم فيه قبال من المزارعين على هذه الزراعة تحديدا هل ثقافة هذه الزراعة موجودة الآن ومطبقة على أرض الواقع في مزارعنا أو عند المزارع الأردني والله حاليا بلشت تطور هاي الزراعة يعني الحمد لله أنا بعمل بمؤسس تهريب المهني كمدرب بالزراعة المائية والزراعة الأحيومائية نحن حالياً نحن 50 طالب نأهلهم و ندربهم على أنهم يدخلوا السوق العمل كما قلت لك لدينا المزارع أوردن يتعرف أمراتهم عندنا هون يخاف يجرب أي شيء جديد لو قلت لك هي التكلفة الأولية أمراتنا ستكون صعبة على المزارع نعم هي بالبداية لكن بعدين سيوفر حاله كثير نعم أسا شوفي الكلفة التشغيلية للزرعة الثانية ستكون أقل بكثير من الكلفة التقليدية طب ما في دعم مثلاً لهذه الطلاب لحتى يبلشوا مشاريعهم ببداية الطريق شوفي في عنا قصص نجاح بلشوا مشاريعهم الخاصة بلش في بيت بلاستيك زراعي وفي ناس بلشت على تزرع على سطح المنزل حكيت لكن بإمكاني تزرع على سطح المنزل لما تيجي تزرع لك مثل ورقيات بشكل عام تبلش أنت توزيح مع المحلات أو توزيح مع الفنادق الخمس نجوم برضو سيأتي عليك الدخل من هذه الشغلات فهي بالبداية شوي شوي في ناس بتكبر الحمد لله في القصص النجاح التي صارت معنا عندي صديقي بلش ببيت بلاستيك صغير أربعة بأربعة حالياً عنده أكثر من أربعين دونم وماشاء الله متجاتهم موجودة بالسوق مهندس اليوم نرى دور كبير على وزارة الزراعة تحديداً وأيضاً المركز الوطني للبحوث الزراعي وأكيد فيه تشارقية وأكيد هناك تعاون مشترك ما بينكم وبين وزارة الزراعة تحديداً في هذه المشاريع بهذا النوع من أنواع الزراعة نحن بمؤسس تدريب المهني حالياً نشغلين على مشروع اسمه مشروع أرضي مشروع أرضي هذا بالشراكة مع وزارة الزراعة وزارة العمل ومؤسس تدريب المهني نحن زي ما حكيت لك نحن فيه مشاريع ليس فقط بالزراع مية جميع أنواع الزراعات الحديثة نحن نرى رأيي لقدام أنه يصبح لدينا مثل بيود ذكية تقدر تتحكم بهذه الزراعة عن طريق الهاتف جميع نستطيع أن تتحدث فيها نحن حالياً ندرب الطلاب ونأهلهم على سوق العمل وإن شاء الله نلاقي دعم إقبال جيد إقبال جيد إن شاء الله لسا أسألك أنت تدرب تقريباً خمسين طالب نعم خمسين طالب ومع زملائي الطلاب أتوقع يحضروني أكيد نوزي لهم تحية ومين أكتر شباب وصبايا؟ كيف لقي إقبال الصبايا على الزراعة؟ نستقدم جميع أنواع الطلاب لكن الحمد لله مشكل متساوي موجودين بالزبط نشكرك مهندس يوسف أبو حيدر على هذا الكلام إن شاء الله دائما نتمنىكم التوفيق ودائما التطور المستمر في زراعاتنا ومزارعينا أيضاً اليوم كمدرب موجود معنا شرفتنا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك نحن 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 يهادين شكرا